بسم الله الرحمن الرحيم بيحصل احيانا لما الواحد يبص ويحرك عينه فوق او تحت او شمال او يمين انه بيلاحظ ان فيه جسم او اجسام صغيرة بتتحرك مع كل حركة للعين الاجسام دي غالبا بيبقى لونها اسود او رمادي وبتاخد اشكال كتير اوي ودي اللي بنقول عليها الزبابة الطائرة يعني ممكن تكون على هيئة نقط او خيوط مستقيمة او خيوط منحنية احيانا بتاخد شكل شبكة العنكبوت واحيانا بتبقى على هيئة هلات على شكل حرف سي او حرف او الانجليزي بعض الناس بيشوفوا الزبابة الطائرة عبارة عن جسم واحد وبعض الناس بتشوفها عشرات وبعض الناس بتشوفها مئات الاجسام حدود اي شكل من اشكال الزبابة الطائرة ممكن يكون رفيع او سميك او متعرج وممكن يكون فيها كمان تفرعات وعملة تشكلات عدد وصمك وكسافة وشكل الزبابة الطائرة بيختلف من واحد للتاني وكمان بيختلف تماما من عين للعين التانية لنفس الشخص حاجة كده زي بصمات الاصابع اللي ما بتتكررش والخاص جدا بكل شخص يعني الحقيقة فعلا شيء عاجب جدا الزبابة الطائرة محتاجة ضوء علشان نشوفها واللاحظها مع حركات العين انما في عدم وجود ضوء او حتى في وجود ضوء خافت او افلنا العين مش هنشوفها ولا هنلاحظها على الاطلاق الزبابة الطائرة شيء عادي جدا مفيش منها اي ضرر على العين صحيح ممكن في بعض الاحيان تسبب شيء يعني من الديء او عدم الراحة انما برضو مفيش منها اي خطورة على الاطلاق وغالبا دي ظاهرة مرتبطة بالتقدم في السن يعني نادر جدا اني انا نلاقيها في الاطفال اللي تحت 16 سنة انما بعد السن ده بتيبتدي الزبابة الطائرة في التكوين واحدة واحدة كده على مهلها يعني ويأما تبقى في عين واحدة او في العينين الاثنين السبب في كده ان العين بيحصل فيها بعض التغيرات وكل ما الواحد يتقدم في السن كل ما التغيرات دي بتزيد وبتكتر وبرضو المسائل بتبقى مختلفة ونسبية من واحد للتاني انما في الغالب الاعام اي شخص فوق سن الخمسين بيبقى عنده الزبابة الطائرة بنقول في الاغلب الاعام اذا المسألة عادية وطبيعية او ما فيش منها اي قلة الا لو كانت لأسباب غير طبعية أسباب غير طبعية وغالبا بيكون مرتبطة بحالة العين او اي مرض يأثر على حالة العين بأي شكل من الاشكال يعني مرض السكر على سبيل المثال من مضاعفات المرض الخطير ده بعض المشاكل اللي بتحصل في شبكات العين لو حصل تمزق في الشبكية او انفصال في الشبكية او قسر نظر شديد او في بعض جراحات العيون او رام في العين او نزيب في العين او اي اصابة في العين من اي خطة او ضربة او دخول جسم غريب بقوة في العين كل دي اسباب غير طبعية وغير عادية والنتيجة زهور الزبابة الطائرة اللي الحياة ما تمناش او في الحالات دي كلها انما المهم فعلا اللي حصل او بيحصل في العين نفسها بمعنى تاني ان زهور الزبابة الطائرة فجأة بلا مقدمات ومعها اعراض تانية في نفس الوقت كل ده محتاج اهتمام كبير اوي يعني كشف فوري على العين علشان الدكتور في الحالة دي هيبص في دخل العين ويحدد هل الزبابة الطائرة اللي طلعت دي فجأة لسبب عادي ولا في حاجة في العين يجب انها تتعالج فورا ولو في مشاكل في العين مع ظهور الزبابة الطائرة المشاكل دي غالبا بتبقى مرتبطة بالشبكية نفسها بتاعت العين يعني ظهور الزبابة الطائرة في الحالة دي هيبقى ليها فايدة ايجابية فايدة كبيرة علشان نهتم بحالة العين ولو فيه اي خلال او وعيب يتعالج بسرعة علشان نحافظ على العين والنظر والابصار ككل في واقع الامر ان الزبابة الطائرة العادية والطبيعية ملهاش اي علاج مفيش لا ادوية ولا اطرات تنفع معه ولا اعشاب ولا بيتامينات لان المسألة اساسا مش محتاجة لأي علاج من اي نوع ده غير ان المخ نفسه هيتكيف على الوضع ده وبعد كده يتعود عليه وبعد كده يتجاهل تماما وكأنه لم يكن وهو ده اللي بيخلي اي حد يحصل له تأقلم وتعود على وجود الزبابة الطائرة ومع الوقت ينساها تماما وكأنها غير موجودة او على الاقل ينساها او يتناساها فترة طويلة طول ما هو فتح عين كل ده بالاضافة لان الزبابة الطائرة بعد ما تتكون في العين ومع التقدم اكتر في السن هي كمان بتبتدي تقلف كسافتها وعددها وشكلها يعني صحيح ما بتروحش ما بتختفيش انما ما بتبقاش قوية او مزعجة زي ما كانت في وقت من الاوقات وللمعلومات العامة بس هنقول ازاي يعني الزبابة الطائرة بتتكون هنشرح الهتة دي الحياة بمتهى الاختصار وبدون اي كالكعة الضوء اللي بيقع على العين من اي جسم بنشوفه الضوء ده بيسقط على القرانية وعدسة العين اللي اتنين بيعملوا تركيز جامل للضوء اللي هيروح بعد كذا للشبكية الشبكية دي عبارة عن انسجة حساسة جدا للضوء وعن طريق العصب البصري الضوء المركز ده اللي على الشبكية هيروح للمخ اللي هيترجم الضوء ويحوله للشيء اللي احنا بنشوفه وبمنتهى الدقة اللي يهمنا هنا ان الضوء وهو رايح على الشبكية هيمر من خلال سائل زي الجل كده وده بيبقى سائل رايق وشفاغ من بعد الولادة وحتى سن 16 سنة تقريبا بعد السن ده هيحصل نوع من الترسيبات على السائل الجل ده والمكان نفسه هيبقى فيه عتمة او خيال على الشبكية الترسيبات دي بتختلف عددها وشكلها وحجمها ومكانها وهي دي بكل بساطة الزبابة الطائرة ولا هتتحرك مع كل حركة للعين وفي اي اتجاه احنا قلنا ما فيش علاج للزبابة الطائرة كمان ما فيش اي وسائل نقدر نعملها للوقاية علشان ما تجلناش يعني انما على اي حال العين نفسها غالية اوي اوي ومحتاجة وقاية وحماية عالية اوي اوي وده عن طريق اننا نجنب العين اي اصابات او اي اجسام تخش فيها زي استعمال نظارات مثلا مخصوصة بتتلبس اثناء بعض الرياضات اللي فيها يعني الشؤ من العنف والاشتباك او اثناء بعض المهن اللي بتستعمل مواد ممكن تطير وتخش في العين يعني زي مهنة الحدادة النجارة المواد الكيموية على سبيل المثال او حتى في الاحوال العادية ممكن نحمل عين عن طريق لبس النظارات الطبية والشمسية على قدر الامكان وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته